البحث المعجمي في جامعة بيرزيت وكانت الجامعة دعت ودائرة علم الحاسوب دعت الحضور للمشاركة في حفل اطلاق هذا المحرك اللي بيحتوي على اضخم قاعدة بيانات لغوية في جامعة بيرزيت مهم جدا هذا الموضوع رح نعرف اكثر عنه او نفهم عنه اكثر من خلال الدكتور اكيد في جامعة بيرزيت اللي رح يحكي لنا عن هذا الموضوع اكثر واللي هو الدكتور مصطفى جرار استاذ في دائرة علم الحاسوب في جامعة بيرزيت اهلا وسهلا فيك دكتور عبر اثير راديو بيت لحم الفين ويساعد صباحك اهلا وسهلا طبع الخير اليك والجميع المستمعين اليوم كنت في جامعة بيرزيت وشفنا من خلال طبعا صفحتكم على الشبكة العنكبوتية شبكة الانترنت بينكم بصدد اطلاق محرك البحث المعجمي وكنت قدمت دعوة للجميع للمشاركة في هذا الموضوع اللي بيحتوي على اضخم قاعدة بيانات لغوية وهذا الموضوع مهم جدا في البداية يعني وضح لنا اكثر عن هذا المحرك وشو رح يفيد الطلاب وخلينا نحكي عامة الشعب من المهتمين في هذا المجال أولا بحب أشكركم لإهتمامكم في ما نكون به في الجامعة الثلاثنية من أبحاث منتجات علمية يعني الوسائل الألمية التي تهتم بهذا الشيء يعني ذهب مكاني هامي عند المستمعين شكرا جزيلا دكتور بخصوص محرك البحث المعجمي هو عبارة عن قاعدة بيانات لغوية محوسبة كمنا بحوسبة حوالى 150 معجم عربي ومتعدد اللغات وضحها جميعا في قاعدة بيانات وحدي وفي محرك بحث هذا طبعا بالإضافة لأشيء نسمي الأمطلوجة العربية بحيث يتمكن الباحث من استرداع ترجمات أو تعريفات أو مترادفات للكلمة اللي بيبحث عنها من جميع المعاجر يعني إيش يستفيد المستخدم العادي إنه هو بدل ما يستخدم مثلا جوجل ترانسليت لترجمة الكلمات طبعا ولا ما تصد ترجمة الجمل ترجمة الجمل هذه الترجمة الألية من نوع آخر نعم ترجمة الكلمات والمشطلحات يعني ترجمات دقيقة متخصصة من جميع العلوم الحمدثية الألمية الإنسانية الفلسفية في جميع العلوم طبعا يعطي ترجمات دقيقة ومنخصصة مش مثل الترجمات الألية اللي الناس يتخدمونها حاليا طبعا وهذا الشيء الحقيقة هو احنا أول لغة يعني تقريبات العالم ألا احنا نظمون عن هذا الكم ضخم جدا جدا من المعاجم الحوسبة موحدة من أجل يعني يعني إعطاء تعريفات دقيقة وترجمات دقيقة نعم دكتور هل هذا الحكي رح يكون متاح لجميع فئات الشعب ولا فقط رح يكون متاح داخل جامعة بيرزيت لا هو متاح لكل الناس العالم هو بتحب نعطي الرابط ياريت يعني أنا عندي الرابط بس اتفضل أعطينا يا من فضلك هو ontology.brz.audio يعني ontology من ontology ontology .brz.audio وهو متاح للجميع نعم أي فئات استهدفتوا خلينا نحكي في ممكن بساعد يعني أي فئات ممكن يساعد هذا المحرك وممكن يكون خلينا نحكي بساعد الأشخاص اللي بتقدموا للدراسات العليا أو بساعد الناس يعني أنا حابب أعرفه أي فئات بساعد بالضبط هذا المحرك هو بالدرجة الأولى وأكثر المستخدمين للمعاجم ومعادة للطلاب والباحثين طلاب الجامعات والباحثين طبعا هذا كما فيه ناس اللي بيبحث عن ترجمة كلمة اللي بيبحث عن سمي ابنه اللي بيبحث عن أي شيء بحاجة لترجمة أو لترادفة هذا طبعا يفيدهم يعني مباشرة نعم حلو جدا وين راح يتم في الجامعة بأي مبنى راح يتم إطلاق هذا المحرك حتى اللي بيسمعونا مهتمين كمان يشاركوا بهاي الفعلية يكونوا موجودين معاكم يوم الثلاثة ساعة الثانية ظهرا في مبنى منيب المصر في كلية الهندسي في الجامعة طبعا سيكون معنا وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية في أسبيل العلوم والتكنولوجيا والأمين العام للمنظمة العربية للعلوم والتقافي وكذلك معنا بايفة شرف الدكتورة نبال إدلبي وهي مسؤولة التطبيقات والمحتوى العربي في أمم المتحدة في منظمة الإسكوا في طبعا احنا هذه حفل الإطلاق هو يعني احنا طبعا هو مش جديد هو محرك البحث المناسب ولحظة إعلان خلينا نسميها وهو عمل كمنا به منذ ثمان سنوات أو تساة سنوات احنا نطبع في معاجم ونبققها ونبكحها واخذنا كذلك يعني موافقات جميع الأصحاب المعاجم والمؤلفين جميعا عبر تقريبا ثمان سنوات فان شاء الله بكون ثمرة يعني يوم ثلاثاء ونرحب بالجميع بالمشاركة بهذا الحفل ولتوضيح كمان إمكانيات أخرى لمحرك البحث وتوضيح ما هي الأونتولوجيا العربية للمهتمين هل رح يكون سهل التعامل مع هذا المحرك حتى انسهلت التعامل للوصول إلى المعلومة للباحثين والدارسين صحيح هو حتى المحرك يعني إذا أنت تطبع الكلمة في المحرك هو يساعدك كمان في تطبع إطلاعها فهو سهل لتتم الترجاع الكمية الضخمة من تعريفات من جميع المعاجم إذا بحثت عن كلمة تستطيع أن ترى تعريفاتها ومتهدفاتها وترجماتها من جميع المعاجم مرة واحدة طبعا المعاجم الأكثر الشغرة هي تنخر في البداية نعم إحنا فخورين طبعا بهاي الإنجازات الدكتور مصطفى وبالفعل يعني لما منشوف مثل هيك إنجاز في جامعة بيرزيت بهذا المحرك محرك البحث المعجمي اللي راح يفيد الإنسانية وراح يفيد طلاب العلم أيضا في نهاية حديثنا بدي أشكرك الدكتور مصطفى جرار أستاذ في دائرة علم الحاسوب في جامعة بيرزيت شكرا لإلك على التوضيحات وبالفعل على أمل إنه هذا المحرك ينال النجاح ويساعد أكثر وأكثر شكرا كثير وشكرا لإهتمامكم تحياتنا الصباحية